اهلا بكم في موجز اليهم وخير الاخبار حملت وزارة الخارجية الفرنسية ميليشيات الحوث الارهابية مسؤولية بطء المفاوضات التي تراها الامم المتحدة من اجل انهاء الحرب في اليمن والتوصل الى حل سياسي شامل ومستدام قال السفير في الخارجية الفرنسية باتريس باولي في حديث مرئي نشير في موقع الخارجية الفرنسية قال ان الوضع لا يزال مقلقا نظرا لغياب هدنة رسمية وتباطئ المفاوضات بسبب تعنت ميليشيات الحوثي مؤكدا ان حكومة بلاده والاتحاد الاوروبي لا تعترفان بميليشيات الحوثي المسلحة التي تسيطر على جزء من البلاد ولا تحترم الحقوق الاساسية في المناطق التي تسيطر عليها خصوصا حقوق الاقليات والبرى قال وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد انه يتابع باهتمام تصريحات امين عام الامم المتحدة انطوني جوتيريش بشأن البدء بعملية تفريغ مليون ومائة الف برميل من النفط الخام من ناقلة النفط الصوفر واوضح وزير النقل ان تلك الجهود الكبيرة من قبل الامم المتحدة ستجنب اليمن كارثة بيئية كبيرة كانت متوقعة لافتا الى ان الوزارة واللجنة الوطنية لطوارئ لمواجهة كارثة خزان الصوفر ووزارة النفط والمعادن والخارجية والشؤون القانونية اسهمت بصورة ايجابية وفاعلة في التهيئة والترتيبات لهذا العمل الدولي الكبير رحمت دولة الامارات ببدء الامم المتحدة في تنفيذ خطتها لتفريغ ناقلة النفط الصوفر واشهدت الخارجية والاماراتية بالجهود الدولية ومساعي الامم المتحدة خلال السنوات الماضية والتي توجت ببدء تفريغ خزان ناقلة الصوفر الوتهالك واثنت الوزارة على مساعي الامين العام للامم المتحدة في هذا الصدد وتحالف دعم شرعية في اليمن على ما قدمه من دعم لتسهيل عملية يصول السفين البديلة لبدء عملية التفريغ وتفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق تشنى المدير العام لمدرية مدينة المكلة العميد روكن عبدالله سالم بايعشوت بمعية مدير عام الهيئة العامة للآفار المتاحف بسحل حضر موت رياض باكر موم العمل بمشروع ترمية من حصن الغوازي بمدينة المكلة الجدير بذكر أن المشروع ينفذ بتمويل من قبل المعهد الامريكي للدراسات اليمنية ويهدف المشروع إلى الحفاظ على إحدى المعالم التاريخية والأثرية بمدينة المكلة عاصمة محافظة حضر موت هذا الموجز إلى اللقاء